اشتركوا في القناة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية كما تم نشره اليوم وهو تم حركه في سيارته من قبل مجموعة من اصدقائه منهم صديق وقام بالاستعانة بسلاسة من اصدقائه وقاموا بسجب مادة البنزين على السيارة باكملها فيديو محزن للغاية طبعا والفيديو كان فيه صراخ رهيب ربنا يرحمه اللهم امين ويصبر زويه حزبنا الله ونعم الوكيل في الجنة وفي كل جاني وفي كل من تسول له نفسه ظلم بين زي اللي شوفنا دا طبعا مش عارفين نقوله ربنا يرحمنا من كل اللي بنشوفه ويصلحها للبلاد والعباد اللهم امين تمكن المجن عليه من فك جميع قيوده والسقوط من السيارة ولكن ذلك بعد فوات الاوان حيث سقط والنيران كانت ملتهمة بجسده باكملي وكان يستنجد المجن عليه بندر من جميع اصدقائه بعدم قتله بهذه الطريقة الشنعاء لكن كان صراخه دون جدوى وجميع تلك الاحداث كانت امام مرأة ومسمع الجميع ولم يقدم احد على تخليص منهم وتم القبض على احدهم من قبل الجهات المعنية بالسعودية بعد ساعة قليلة من وقوع الجريمة ان شاء الله يتم القبض على باقي الجنع والسعودية اكتر بلد فيها بيطبق الحكم والشرع ان شاء الله ربنا ينتقم منهم دمتم بامان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته